السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الكنوز الستة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بعد كل صلاة نعرف بعده نصلى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ستة كنوز يا حبيبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بعد كل صلاة مكتوبة رقم واحد كان إذا سلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مجرد يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله طب نستغفر من إيه مع أن احنا كنا في طاعة كنا في عبادة أيوة لأن احنا في النهاية مهما فعلنا فلن نستطيع أن نقوم بالعبادة على الوجه الذي يليك بجلال وجه الله وعظيم السلطاني سبحانه وتعالى يعني فعشان كده النبي علمنا وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم نحنا بعد كل صلاة نستغفر الله ثلاثا رقم اثنين كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رقم ثلاثة كان يهلل دبر كل صلاة ويقول كما في الحديث الذي رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اكتبوها واحفظوها رقم أربعة كان يسبح تلاتة وتلاتين مرة ويحمد الله تلاتة وتلاتين مرة ويكبر تلاتة وتلاتين مرة يقول سبحان الله تلاتة وتلاتين الحمد لله تلاتة وتلاتين الله أكبر تلاتة وتلاتين ويتم المئة لندور كذا تسعة وتسعين ويتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رقم خمسة كان يحث على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت الله أكبر ورقم ستة كان يقرأ المعوذات بعد كل صلاة بفضل الله سبحانه وتعالى مرة واحدة ولكن نقرأها ثلاثة مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء يعني في أذكار الصباح نقرأ كل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات وفي أذكار المساء نقرأها أيضا ثلاث مرات لكن بعد كل صلاة نقرأها مرة واحدة دي الكنوز الستة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته